وحرصا من حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم على أسر الشهداء الواجب أسس الصندوق الملكي لدعم الشهداء عام 2016 ليطلع بمهام توفير احتياجات أسر الشهداء الأساسية العلمية والاجتماعية والصحية هذا ويرأى الصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد أهل خليفة وليلعاد رئيس مجلس الوزراء الهيئة العليا للصندوق للإشراف على ضمان توفير الحياة الكريمة لأسر جميع شهداء الواجب الوطني في مملكة البحرين تقديرا واعتزازا من لدن ربان سفينة العطاء والتضحية في وطننا العزيز وفي التفاتة أبوية حانية تأسس الصندوق الملكي لشهداء الواجب وذلك بموجب المرسوم الملكي السامي رقم ستة عشر لسنة الفين وستة عشر من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في السادس من أبريل لعام الفين وستة عشر وتتم إدارة الصندوق الملكي لشهداء الواجب من قبل الهيئة العليا للصندوق برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إنشاء الصندوق الملكي لشهداء الواجب جاء بهدف منح الدعم الشامل لجميع أسر الشهداء من أجل توفير الحياة الكريمة والمستقبل الواعد لهم حيث يقوم الصندوق بتقديم العون والمساندة للمستحقين عن الشهيد من خلال صرف التعويضات والاستحقاقات إضافة إلى ما تقوم الجهات المختصة بصرفه من مزايا ودون المساس باستمرارية صرف تلك المزايا التفاتة وطنية أبوية صادقة يجسدها الصندوق الملكي لشهداء الواجب تسهم في مساندة أهالي الشهداء وتقديم الدعم الكامل لهم بما يضمن استقرار ونجاح أسرهم في بناء مستقبل واعد لجميع أبناء الشهداء وأسرهم من الدرجة الأولى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر